انطلق اليوم الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة التقنيات المالية الرقمية ودورها في تطوير المالية العامة والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية على مدى يومين في تونس برعاية وزيرة المالية التونسية وحضور سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة والشيخ راشد القاسمي الأمين العام للجائزة منالي الحرز والتفاصيل يهدف الملتقى المالي العربي الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة إلى تسليط الضوء على أهمية التقنيات في تطوير إدارة الموارد المالية العامة بالدول العربية إذ يركز على تقديم أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال لتعزيز التعاون المشترك بهدف تحقيق التنمية المستدامة يعتبر الملتقى المالي العربي امتدادا لجائزة الشارقة في المالية العامة الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي التي تستهدف المتميزين والمؤسسات والأفراد العاملين في مجال المالي العام طبعا نهدف من خلال هذا الملتقى للطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المالية العامة يشكل هذا الملتقى منصة مهمة لتبادل الأفكار حول التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية فاعتماد التقنيات المالية مثل نقص البنية التحتية الرقمية والكوادر المؤهلة ودور التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في تخطي هذه التحديات نحن كمنظمة وبتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة وبرعاية كريمة من حكومة الشارقة نحاول أن نوفر حوار ونقاش حول تطوير أداء المالية العامة في كل مؤسسات سواء عاملين أو مؤسسات بما يدعم التمييز في أداء المالية العامة المسألة الرقمية هي مسألة هامة وهامة جدا والتي تساعد وتساهم في تأسيس لإدارة حديثة في إدارة تقدر أنها تتجاوب مع التطورات الاقتصادية الصعبة وكذلك في توفير خدمات في أعلى مستوى للمواطنين بصفة خاصة وكذلك للمتعاملين الاقتصاديين والاقتصادية الدول التحول نحو التقنيات الرقمية يعد خطوة أساسية لتحقيق الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة إذ يفتح آفاقا جديدة لتحسين الحوكمة المالية وتوسيع الاقتصاد الرقمي ما يعزز جذب الاستثمارات ويخلق بيئة مالية مستدامة الملتقى المالية العربية الثاني لجائزة الشارقة للمالية العامة فرصة للتعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة واقتصاد رقمي متطور منال الحرزي لأخبار الدار تونس